فإذا أحبائي إذا في الكنيسة في غدر إذا في داخل الكنيسة في نميمة إذا في داخل الكنيسة كلام سلبي إذا في داخل الكنيسة القتل وأقصد البغضة والكراهية لأنه من يبغد أخاه فهو قاتل نفس إذا في داخل الكنيسة عدم المحبة أو المحبة الفاترة إذا في داخل الكنيسة نفتقر إلى القوة إذا في داخل الكنيسة نجي من روح بدون أي تغيير بدون أي حياة موجودة في داخلنا إحنا محتاجين نتوب محتاجين نرجع للرب كلام أرمية قال لآباؤنا أخطأوا وليسوا بموجودين ونحن نحمل آثامهم ترح باقي الخطية بتسبب الشر بتسبب الفساد البؤس والشقاء بكلمات بسيطة الخطية بتسبب اللعنة والكذب بسبب اللعنة لما مجتمعاتنا الكذب صار مثل شربة المي الأعمال السحرية الأعمال الشيطانية لما منبتدي نسمح فيها كأنه شيء طبيعي في مجتمعاتنا وهنا بيبتدي الخطر فمحتاجين نصرخ إلى الرب ألا تعود أنت فتحيينا فيفرح بك شعبك يا على التمني اللي كان بيطلب المرنم سكن المجد أرضنا فإذن أولا كمؤمنين إحنا محتاجين نمتلئ من الروح القدس محتاجين نمتلئ من روح المحبة المحبة الفائقة المعرفة هذه المحبة المكتوب عنها لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق أحب بعضكم بعض بقلب طاهر وبشدة بشدة هذه المحبة المكتوب عنها وأما المحبة فلتكن بلا رياء فالمحبة تتأنى وترفق المحبة لا تظن السوء المحبة لا تفرح بالإثم المحبة لا تسقط أبدا المحبة التكميل النموس والمحبة طبعا هي تسطر كثرة من العيوب نحتاج إلى المحبة الأولى الملتهبة المتأججة بنار الروح القدس تلهب قلوبنا وحياتنا فإذا عوزين نشوف افتقاد إلهي محتاجين نرجع للمحبة محتاجين نرجع للوحدة هاي الوحدة اللي منتكلم عنها كتير أحبائي هو بالواقع إحنا المفروض إحنا واحد لأنه رأسنا هو يسوع المسيح رأس الكنيسة ولأننا اعتمدنا لجسد واحد وصوقينا بالروح الواحد أصلا التعليم عن الوحدة مش عارف زي الكلمة صحيحة إحنا محتاجين مش التعليم محتاجين التطبيق نطبق الوحدة في حياتنا في حياتنا بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض هاي الوحدة أحبائي اللي بتدمر مملكة الشيطان ساعتها الشيطان ما عنده أي ثغرة يدخل منها ترجمة نانسي قنقر